اعزائي طلاب الصف الاول الاعديدي طلاب مدرسة المنتظر معاكم ميس هدير نعمل مراجعة على درس شكل الارض وابعد يلا بنا سنقولها نشوف سؤالنا الاول هيكون ايه؟ السؤال الاول اكمل الجدول التالي واحد تسمى دائرة عرض السفر باسم دائرة عرض السفر هتكون باسم ايه؟ اسم دائرة الاستواء اتنين تسمى دائرة عرض 23.5 شمالا باسم مدار السرطان تسمى دائرة عرض 23.5 جنوبا باسم مدار الجد اجابة هتكون مدار الجد رقم أربعة تسمى دائرة عرض 66.5 شمالا باسم الدائرة القطبية الشمالية اجابة هتكون الدائرة القطبية الشمالية خمسة تسمى دائرة عرض 66.5 جنوبا باسم الدائرة القطبية الجنوبية هتكون اسمها ايه؟ الدائرة القطبية الجنوبية سؤال رقم 6 تسمى دائرة عرض 90 شمالا باسم نقطة القطب الشمالي نقطة القطب الايه؟ الشمالي تسمى دائرة عرض 90 جنوبا باسم نقطة القطب الجنوبية رقم 2 السؤال الثاني في أكمل أكمل الآبارات التالية 1 المدن التي تقع على نقطة تتفق في التوقيت احنا عارفين ان المدن التي تقع على خط طول واحد إجابة هتكون خط طول واحد هي اللي هتكون متفقة مع بعضها في التوقيت يبقى المدن التي تقع على خط طول واحد تتطفق في التوقيت رقم اثنين يقع نوعة عند دائرة عرض 23.5 جنوب دائرة الاستواء اللي هو هيكون مدار الجج يبقى يقع مدار الجج عند دائرة عرض 23.5 جنوب دائرة الاستواء سؤال رقم ثلاثة اختر الإجابات الصحيحة مما بين القوسين واحد يقسم نوعة سطح القرى الارضية الى نصفين متساويين شرقي وغربي الاختراط عندي دائرة الاستواء خط جرنيتش مدار الجج مدار السرطان اللي بيقسم عندي القرى الارضية الى جزء شرقي وجزء غربي هو خط جرنيتش هنختار إجابتي هتكون خط جرنيتش هو اللي بيقسم القرى الارضية الى نصفين متساويين شرقي وغربي رقم اثنين يقدم المسافر ساعته إذا اتجه الاختيارات غربا شرقا شمالا جنوبا طبعا احنا عارفين إن الوقت بيزيد كلما اتجهنا شرقا إجابتي هتكون شرقا بيقدم المسافر ساعته إذا اتجه شرقا رقم ثلاثة أكبر دوائر العرض هي الاختيارات مدار السرطان مدار الجج دائرة الاستواء الدائرة القطبية الشمالية إجابتي هتكون هي دائرة الاستواء أكبر دوائر العرض هي دائرة الاستواء ودرجتها صفر سؤال رقم أربعة يصغر حجم دوائر العرض كلما اتجهنا شمالا أو جنوب الاختيارات دائرة الاستواء الدائرة القطبية مدار الجج مدار السرطان طبعا دوائر العرض بتصغر كلما اتجهنا شمال أو جنوب دائرة الاستواء إجابتي هتكون دائرة الاستواء رقم خمسة تتناقص دوائر العرض حتى تصبح نقطة عنده الاختيارات المدارين القطبين الدائرتين القطبيتين ودائرة الاستواء إجابتي هتكون ان بتتناقص دوائر العرض لحد ما هتصبح نقطة عند القطبين إجابتي هتكون القطبين في القطب الشمالي ونقطة القطب الجنوبي سؤال رقم أربعة صوب ما تحته خط واحد يقع مدار السرطان عند دائرة عرض 66 ونص شمال دائرة الاستواء وحطت خطة على مدار السرطان طبعا هتكون إجابتي هي الدائرة القطبية الشمالية هي اللي ابتقى عند دائرة 66 ونص شمال دائرة الاستواء رقم اتنين يقسم خط جرنج القرى الارضية إلى نصفين شمالي وجنوبي وحطت خطة تحت خط جرنج طبعا هي هتكون دائرة الاستواء إجابتي دائرة الاستواء بتقسم القرى الارضية إلى نصفين شمالي وجنوبي سؤال رقم ثلاثة دوائر العرض غير متساوية حيث تظهر كلما اتجهنا نحو دائرة الاستواء وحطت خطة عند دائرة الاستواء طبعا إحنا عارفين إن دوائر العرض بتصغر كلما اتجهنا نحو القطبين سواء كان القطب الشمالي أو القطب الجنوبي سؤال رقم أربعة تساعد دوائر العرض في تحديد الزمن وفرق التوقيت طبعا حطت خطة على دوائر العرض هي خطوط الطول هي اللي بتساعد على تحديد الزمن وفرق التوقيت يبقى إجابتي هتكون خطوط الطول تساعد في تحديد الزمن وفروق التوقيت سؤال رقم خمسة اكتب المصطلح الجغرافي الذي تشير إليه كل عبارة من العبارات الآتية واحد خطوط وهمية عبارة عن أنصاف دوائر تبدأ من القطب الشمالي وتنتهي عند القطب الجنوبي وعددها 360 خط طبعا ده المقصود دي هي خطوط الطول مقصود بإيه خطوط الطول رقم اتنين دوائر وهمية تحيد بالقرى الأرضية وعددها 180 دائرة المقصود بها دوائر العرض مقصود بها إيه دوائر العرض سؤال رقم ثلاثة دائرة عرض تبدأ عند دائرة الاستواء جنوب بمقدار 66.5 درجة طبعا دي هتكون إيه الدائرة القطبية الجنوبية عشان قال بتبعد عن دائرة الاستواء جنوبا يبقى الدائرة القطبية الجنوبية سؤال رقم 6 بما تفسر واحد الأرض ليست قراوية الشكل تماما ممكن نجي للسؤال بطريقة تانية الأرض كرة غير كاملة الاستدار طب ليه؟ قال لي علشان خطر أبعاد الأرض مش متسوية يعني إيه مش متسوية؟ احنا عارفين إن أبعاد الأرض لها قطرين قطر اسمه قطر استوائي وقطر قطبي عند القطر الاستوائي أطول من القطر القطبي فبالتالي البعدين الموجودين في الأرض مش متسوين فعشان كده الأرض هتكون غير كاملة الاستدار يبقى إيجابتي هتكون إيه؟ لأن أبعاد الأرض عن مركزها غير متسوية فالقطر الاستوائي أطول من القطر القطبي تمام كده سنولة؟ سؤال التاني أهمية خطوط الطول خطوط الطول أنا بستخدمها في إيه؟ أنا بستخدمها عشان أقدر أحدد مكان موجود على سطح الأرض من حيث موجود في الشرق أو موجود في الغرب كمان بستخدم خطوط الطول عشان أقدر أحدد الزمن أقدر أحدد الزمن والتوقيت ما بين الأماكن اللي موجودة على سطح الأرض يبقى أنا لما أجي أقولك إيه هي أهمية خطوط الطول هتقولي نقطتين النقطة الأولى هو تحديد الموقع على سطح الأرض شرقا وغربا النقطة الثانية تحديد الزمن وفرق التوقيت بين الأماكن على سطح الأرض سؤال رقم ثلاثة تسمية خط الطول الرئيسي بخط جيرنج ليه خط الطول الرئيسي سموه خط جيرنج قال لي اسم جيرنج ده جاي من بلدة اسمها جيرنج المكان ده موجود في جنوب مدينة لندن طيب إيه اللي حصل؟ قال لي أن المدينة دي تم فيها مؤتمر اسمه المؤتمر الجغرافي وده كان سنة 1884 حصل إيه في المؤتمر ده؟ حصل إنه هم حددوا خط الطول الرئيسي حددوا خط إيه؟ الطول الرئيسي عشان كده سموه جيرنج نسبة إلى المكان اللي عقد فيه المؤتمر يبقى إجابتي حتكون إيه؟ نسبة إلى بلدة جيرنج تقع جنوب لندن تم عقد فيها المؤتمر الجغرافي سنة 1884 لتحديد خط الطول الرئيسي سؤال رقم 4 مدينة القاهرة تسبق مدينة تونس في التوقيت؟ نعرف مكان كل واحدة فيه مدينة القاهرة هي شر مدينة تونس فعشان كده مدينة القاهرة هتسبق مدينة تونس في التوقيت ليه؟ لأنها واقعة شرق تونس مدينة القاهرة تقع شرق مدينة تونس فعشان كده هتسبقها في التوقيت سؤال رقم 5 الأجزاء الشرقية من الأرض تسبق الأجزاء الغربية في التوقيت ممكن يجيلي السؤال بطريقة تانية زي ايه؟ اختلاف التوقيت على سطح القرى الأرضية من مكان لآخر ممكن يجيلي بصورة تالتة يقوم المسافر بتقديم سعته إذا اتجه شرقا ويؤخرها إذا اتجه غربا لو جيه التلات أسئلة دول هما نفس الإجابة اللي هي ايه؟ قالي أن الأرض بتدور حوالين نفسها حوالين المحور بتاعها الأرض بتدور فين؟ قدام الشمس بتدور ازاي؟ من الغرب للشرق زي ما قلنا عكس عقارب الساعة بتدور كل قد ايه؟ كل 24 ساعة فعشان كده هلاقي أن الشمس هتشرق على الأجزاء اللي بتقع في شرق خط جيرنش قبل الأجزاء اللي موجودة في غرب خط جيرنش فعشان كده أنا بقدر أقدم الساعة بتاعتي لو اتجهت في الشرق بقدر أن أنا أعرف أن الأجزاء الشرقية كلها هتكون قبل الأجزاء الغربي عندي اختلاف في التوقيت من الشرق للغرب يبقى إجابتي هتكون بسبب دوران الأرض حول نفسها أمام الشمس من الغرب إلى الشرق مرة كل 24 ساعة فحتشرق الشمس على الأجزاء الواقعة شرق خط جيرنش قبل الأماكن الواقعة غرب خط جيرنش سؤال رقم 6 أهمية دوائر العرض دوائر العرض مهمة في ايه؟ قال لي دوائر العرض بقدر أن أنا أعرف مكان الإنسان موجود في الشمال ولا في الجنوب قال لي كمان دوائر العرض بتشترك مع خطوط الطول عشان أقدر أحدد المواقع المدن وكمان البلدان كمان بستفيد من دوائر العرض أن أنا بقسم القرى الأرضية عندي لمناطق اسمها مناطق حرارية يعني إيه كلمة المناطق الحرارية؟ يعني أقدر أتعرف على أحوال المناخ درجة الحرارة، الرياح وكمان الأمطار يبقى أنا لما أتكلم عن أهمية دوائر العرض أقول ثلاث نقط الأولى تفيد في تحديد مكان الإنسان على سطح الأرض شمالا وجنوبا اتنين تستخدم في تقسيم القرى الأرضية إلى مناطق حرارية عشان أقدر أتعرف على أحوال المناخ، درجة حرارة الرياح أمطار كمان تشترك مع خطوط الطول في تحديد مواقع المدن والبلدان شكرا جدا لطلاب الصف الأول الإعدادي ترجمة نانسي قنقر